مع إعلان فصائل سوريا معارضة معركة جديدة ضد كتائب الأسد بدأ مسلح تنظيم داعش الإرهابي هجوما على تلك الفصائل في ريف حلب الشمالي وسيطروا على بعض المناطق هناك هجوم داعش رافقه غطاء جوي من النظام لهذه المجموعات فقصفت طائرة الأسد أحياء بمدينة حلب بالبراميل المتفجرة وألقى الطيران المروحي براميل متفجرة على قرى بريف حمى وأحياء في درعة كما شن غارات على مدينة إدلب وبلدات في ريف دمشق والغوطة الغربية إلى ذلك عثر مقاتلون معارضة على 29 جثة لرجال ونساء أعدموا على يد قوات الأسد في جبل الأربعين بريف إدلب التطورات المتسارعة في الميدان السوري استدعت مؤتمرا صحفيا لرئيس الاتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية خالد خوجها أطلق فيه صرخة طالب فيها المجتمع الدولي بإنقاذ السوريين من وحشية نظام الأسد وتنظيم داعش وميليشيات إيران كي لا تصبح سوريا مرتعا لأبشع قوى الإرهاب من جهته أكد وزير الدفاع في حكومة الاتلاف اللواء سليم إدريس أن سيطرة داعش على مدينة تدمر يشكل تهديدا خطيرا وأن داعش يتواطأ مع حزب الله في القلمون